طيب الله وقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم كشك الصحافة والتي نبدوها كالعادة بأبرز مجاهها من موقع المشاهد نت يتساءل هل تكون لحج الواجهة الاستثمارية لمدينة عدن؟ ومن موقع العرب الجديد مشروع قانون بالكونغرس الأمريكي لمنع ترامب من بيع أسلحة للسعودية ومن الأخبار المنوعة الحكم بتعويض امرأة مئة وثلاثة وسبعين ألف دولار مقابل أعمالها المنزلية أهلاً بكم في الوقت الذي توقفت فيه المشاريع الاستثمارية في اليمن بفعل الحرب تخرج محافظة لحج جنوبي البلاد من بين ركام الحرب محقيقة قفزات ونجاحات كبيرة في مختلف القطاعات الاستثمارية وفقاً لموقع المشاهد نت والذي تساءل في عنوان بارز هل تكون لحج الواجهة الاستثمارية لمدينة عدن؟ وقال الموقع إنه سجلت في العام 2018 زيادة في نسبة المشاريع الاستثمارية بعد إعلان الحكومة عن عام الاستثمار في المحافظة وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار في محافظة لحج نزيه الشعبي أنه تم تسجيل 16 مشروعاً في عام 2018 بتكلفة استثمارية مقدارها 18 مليار ريال مقارنة بتسعة مشاريع بتكلفة 5 مليارات ريال عام 2017 مشيراً إلى أن نصيب القطاع الصناعي من تلك المشاريع 14 مشروعاً وذلك بتكلفة 10 مليارات ريال فيما ذهب مشروعان القطاع الخدمي بتكلفة استثمارية بلغت 400 مليون ريال ومشروع واحد في القطاع السمكي بتكلفة بلغت أيضاً 8 مليارات ريال تكون جاهزاً للسفر وقد ودعت أقاربك وأصدقائك وفي طريقك إلى المطار يخبرونك أنك لن تسافر وأن هناك من منع الطائرة اليمنية من الإقلاع من داخل اليمن ونطالع من المصدر أونلاين اليمنية تلغي رحلة وتؤجل أخرى بسبب عدم حصولها على ترخيص من التحالف وقال الموقع أن شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية أعلنت عن تأجيل إحدى رحلاتها ويلغاء أخرى بسبب عدم حصولها على ترخيص من التحالف وقالت اليمنية وهي الناقل الوطني الرئيسي في اليمن أنها ألغت الرحلة المتجهة من عدن إلى مدينة جدة السعودية اليوم الخميس وقالت إنها أجبرت على اتخاذ هذا الإجراء بسبب عدم تمكنها من الحصول على الترخيص للرحلة وأنه تم تأجيل موعد الرحلة ليوم الجمعة وفي ذات الإعلان أبلغت اليمنية عملاءها أنها ألغت رحلة القاهرة عدن اليوم الخميس أيضا دون أن تحدد موعد للرحلة البديلة وقالت إنه سيتم التواصل مع الركاب عبر الحجز الآلي لعادة ترتيب حجوزات سفرهم وتكررت مؤخرا خطوات إلغاء شركات النقل الجوي رحلات من وإلى مطار عدن بسبب عدم حصولها على ترخيص من التحالف العربي ويقول المعنيون في شركات الطيران أنهم يتلقون من التحالف إشعارا بعدم حصولهم على ترخيص في كل مرة دون إبداء الأسباب في وداعي رجل كثير تحت هذا العنوان كتب ريان الشيباني مقاله عن أديب وسياسي توفي في الطريق إلى تعز وأقاربه يحاولون إسعافه لإنقاذه فلحقه القدر وقد تابع ريان قصة كفاح رجل أراد التخلص من حالة التمييز العنصرية وتقديم شيء إيجابي للمجتمع الذي يعاقبه وقال الكاتب سمعت عن الأستاذ فارع الشيباني عام 1999 حينها كان يرزح في سجن الشبكة بمدينة التربة إذ رأي القائه خطابا في فعالية انتخابية لمرشح معارض وكنت قد حضرت هذه الفعالية ضمن حجد كبير واستمعت في الساحة التربية لفارع وجرال عمر وآخرين وعند الذروة عاد كل المحتفلين إلى منازلهم باستثناء فارع الذي اختطفته مخابرات الدكتاتور وزجت به في السجن وفي العام 2003 وقد تعرفت عليه أكثر وصرت تلميذا له تقابلنا بضابط في الجيش كان على معرفة بواقعة الحفل الانتخابي ما حدا به لمهاجمة فارع بألفاظ نابية وقبيحة وتنضح بالعنصرية ارتعدت فرائسي لما سمعت لكن أثار استغرابي إعراضه عن الأمر والجنوح لتجاهله وبعد أن غادرنا الضابط لمته فقال لي ما الذي تتوقع من هذا النظام أن يقبل أكفنا؟ برأيي أن ما جعل فارع الشيباني شخصية استثنائية هي تجربته الرائدة في الانعتاق من نير التهميش وقدرته الفريدة على الاندماج في كامل مجتمعه والنأي بنفسه عن الدعاء المظلومية على وجودها وبالتالي تأكيد نفسه كمثقف فذ وقف له الجميع إجلالا زرته في العام 2015 في منزله بريف السويقة ولمس التقدير الذي يحظى به في محيطه كان حينها منشغلا بمهمة تنمية مهارات طلاب وطالبات للارتقاء بهم وإخراجهم من بوتقة التعليم الكلاسيكي ولما حلي إلى انزعاج بعض القائمين على العملية التعليمية منه بعد أن عبروا له عن خجلهم من تعبير الطلاب عن أنفسهم على ذلك النحو فإلى جانب كونه فقيها لغويا لعب فارع الشيباني دورا تنويريا واسعا في الأوساط الشبابية منذ لمع نجمه شاعرا وناقلا منذ ثمانينيات القرن المنصرم وكل الأجيال التي عرفتها الصحافة الثقافية اليمنية مدينة ببدايتها لشغف هذا الرجل وولعه بالثقافة وتنمية المثقفين لليوم الثاني على التوالي يواصل مسلحو كتائب أبو العباس إغلاق خط التربة تعز وسط غياب تامل للسلطات الرسمية في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعنونا موقع الحرف ثمانية وعشرين لليوم الثاني إغلاق المنفذ الوحيد لمدينة تعز ما الأسباب؟ وذكرت مصادر محلية للحرف ثمانية وعشرين أن مسلحي الكتائب لا يزالون يواصلون إغلاق الخط من نقطة تفتيش تابع لهم في منطقة يفرس وكانت مجميع مسلحة تابع للقياد السلفي عادل عبد فارع المكنة أبو العباس قد انتشرت منذ الثلاثة في محيط الطريق العام في منطقة يالبرين الذي يربط بين تعز والعاصمة المقة عدن ونصبت حاجز ترابي وسط الطريق وأغلقته بشكل كامل وفقاً للموقع ترجع أسباب إغلاق المنفذ الوحيد لمدينة تعز إلى ربط قيادة المحور مرتبات أفراد كتاب أبو العباس إسوة ببقية ألوية الجيش مصادر عسكرية أفادت للحرف 28 أن قيادة المحور قررت صرف رواتب بعض الأفراد المحسوبين على كتاب أبو العباس خطوة تهدف إلى فصل الكتاب ودمجها بالقوات الحكومية وإنها سيطرت أبو العباس على قرار الأفراد متزال أثار الحرب ظاهرة في عدن ومن وقت لآخر يتم الكشف عن إحدى تلك الأثار حيث عنون موقع عدن لينج ضبط أسلحة وذخار متنوعة بمدرية الشيخ عثمان وقال الموقع أن الأجهزة الأمنية في العاصمة الموقعة عدن ضبطت أسلحة وذخار متنوعة كانت في أحد الأوكار في مدرية الشيخ عثمان وقالت مصادر أمنية أن قوات أمنية بدعم من مكافحة الإرهاب بقيادة مدير أمن عدن تمكنت من ضبط الأسلحة بعد تحر ومتابعة وقال الموقع أن الأسلحة تم العثور عليها في أحد الأحواج الواقعة خلف ملعب 22 مايو بمدرية الشيخ عثمان منذ سقوط صنعاء في أيدي ميليشيات الحوثي أصبح كل شيء مهددا بالسقوط وفقا لموقع قناة بلقيسة الأخباري جسر مذبح بصنعاء خطر السقوط يهدد بكارثة حقيقية وقال الموقع أن جسر جولة مذبح في الجهة الغربية بالعاصمة صنعاء يعتبر أحد أبرز الشواهد على توقف مشروعات التنمية في اليمن منذ بدء الحرب التي تسبب بها انقلاب ميليشي الحوثي على الدولة عام 2014 وقد تحول الجسر من مشروع تنموي ضمن خطط الجسور والأنفاق الرامية للتخفيف من الاختناقات المرورية وكانت أحد أهم المشاكل التي يبرز على إثرها أصوات تنادي بنقل العاصمة إلى محافظة يمنية أخرى إلى كابوس يقول أحد المهتمين لبلقيس مطلع عام 2014 تفاجأنا باستحداث حفريات نفق تحته وكان العمل يسير بشكل متسارع وبعد سقوط صنعاء بيد ميليشي الحوثي بأشهر توقف العمل وأصبح منغصا بعد أن كان منجزا تنموي في حديث لموقع بلقيس ذكر أحد المهندسين طلب التحفظ عن اسمه بأنه بسبب حفريات النفق المستحدث تحت هذا الجسر توقف العمل لإكمال النفق منذ حوالي أربع سنوات بدأ الضرر يصيب قواعد ورافعات الجسر أكثر بفعل تدفق مياه الأمطار حزيران عام 2019 تحت هذا العنوان كتب الفلسطيني نبيل عمرو مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا في مثل هذا الشهر من عام 1967 اختلفنا على وصف ما حدث منا من ذهب إلى التبسيط بدافع من الحفاظ على بقايا المعنويات فسم سقوط ثلاث جبهات عربية نكسة ومنا من كان أكثر صراحة في الوصف حين اعتبر ما حدث هزيمة مقتملة الأركان والشروط والنتائج بعد مرور أكثر من نصف قرن على ذلك الحدث الكبير صار ضروريا الإقدام على محاولة جديدة للإجابة عن سؤال ماذا فعل بنا ذلك الحزيران البعيد ما هي تأثيراته في حياتنا التي عشناها والتي سوف نعيشها وليسبق هذا السؤال سؤال آخر كيف تعملنا معه أيام وقوع النكسة أو الهزيمة وما بعدها هل تجاوزناه أم كرسناه كحقيقة مستمرة في إنساننا ومجتمعنا وأمتنا بتبسيط لا يخلو بالتحليل والخلاصات شجع حزيران الفلسطينيين على مواصلة ثورتهم التي حوصرت منذ ولادتها وبفعل التعويض عن الهزيمة انفتحت أمامها أبواب أغلقتها بدعم واسع فتغنى الزعماء بالظاهرة الجديدة وحتى زعيم الأمة آنذاك وصفها بأنبل ظاهرة وجدت لتبقى كما أن التاريخ يقول لنا أن حزيران أنجب بعض المواليد الجنينية مثل نصر الكرامة الذي صنعه تآلف الجيش الأردني مع الفدائيين الفلسطينيين وإغراق المدمرة إيلات وحرب الاستنزاف على الجبهة المصرية التي تكللت بإنجاز أكتوبر تشرين الأول الذي حققه جيش مصر بكفاءة ومهنية عالية غير أن الجانب الآخر من رواية التاريخ سجل معطيات لحزيران تراكبت تحت السطح إلا أنها انفجرت أخيرا وبوسعنا قراءة حزيران 2019 لنتعرف من جديد لم تكن هزيمة حزيران مجرد حدث ينتسب زمنيا إلى الماضي بل إنه جذر نبتت عليه غابات من حزيرانات إن اختلفت مسمياتها وتوقيتاتها فلم تختلف خلاصتها هزائم في كل زمان ومكان تحدثت صحيفة لوفيقارو الفرنسية عن هجوم الحوثيين على مطار في السعودية وقالت بأن جماعة الحوثيين المتمردة شنت هجوما جديدا ضد السعودية التحالف قال إن ستة وعشرين مدني من جنسيات مختلفة أصيبوا بجروح بقذيفة أطلقها الحوثيون على مطار أبهى في جنوب غرب البلاد وقد تم نقل ثمانية منهم إلى المستشفى وعلاج الباقين في وقته وقد أصاب الهجوم ثلاثة نساء وطفلين وفقا للمتحدث باسم التحالف تركي المالكي المتمردون الحوثيون وعلى قناة المسيرة تلفزيونية تابعة لهم قالوا إنهم هاجموا المطار بصاروخ كروز وألحقوا أضرارا بقاعة الوصول بالمطار المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اتهم النظام الإيراني بمواصلة دعم الأعمال الرهابية خارج حدوده ووعد برد سريع وحازم على هذه الأعمال تقدم نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمشروع قانون جديد يمنع الرئيس ترامب من بيع أسلحة إلى السعودية بعد أن أعلنت إدارته أنها تتجاوز الكونغرس لنقل أسلحة أمريكية إلى المملكة وحلفاء آخرين تأتي ردة فعل مجلس النواب ضد البيت الأبيض بعد أسبوع من قيام أعضاء في مجلس الشيوخ من مختلف التوجهات السياسية بتحرك لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليارات دولار إلى السعودية إدارة ترامب أغضبت المشرعين الأمريكيين بإعلانها الشهر الماضي أنها ستستخدم سلطات الطوارئ لتحدي الكونغرس وتزويد السعودية والإمارات والأردن بالذخار والطائرات والصيانة ومكونات عسكرية أخرى واعتبر البيت الأبيض أن تزايد التهديد الإيراني كان السبب الرئيسي لتخطي المراجعة الملزمة للكونغرس لـ 22 عملية نقل الأسلحة وتجميد المبيعات من قبل الكونغرس قد يؤثر على قدرات إدارة العمليات للحلفاء العراء لكن يبدو أن المشرعين الأمريكيين لا يزلون يكنون مشاعر الغضب تجاه المملكة بعد ثمانية أشهر من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشغجي وأعرباً وبعضهم موال لترامب عن قلقهم من أن الأسلحة الأمريكية قد تستخدم ضد المدنيين من قبل التحالف السعود الإماراتي في اليمن التوترات الأمريكية الإيرانية يمكن أن تقوض السلام الهشة في العراق تحت هذا العنوان كتب رانج علاء الدين مقاله المعاد نشره في الغد وقال الكاتب تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسرعة خصوصاً بعد إرسال سفن حربية أمريكية رداً على تهديدات بحسب ما أوردت التقارير من إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية في العراق وقد سحبت الولايات المتحدة كل موظفي الحالات غير الطارئة من سفارتها من العراق وزاد هجوم بالهون شنه وكلاء إيران في بغداد مؤخراً وأصاب المنطقة المحيطة بسفارة الأمريكية من احتمالات نشوب صراع في العراق قد ازداد الزخم المؤدي إلى الصراع في حال تعرض موظفون أمريكيون لهجوم أو في حال شنت الولايات المتحدة ضربة وقائية ضد الميليشيات الشيعية في العراق أو في أماكن أخرى في المنطقة وقد ينتهي الأمر بالعراق وقد وقع ضحية لصراع محتمل ويشكل البلد الذي انهكته الحرب مسرحاً مهماً لصد النفوذ الإيراني وبعض أقوى المجموعات الوكيلة لإيران في المنطقة هي مجموعات عراقية شاحذت تفوقها الميداني ضد القوات الأمريكية بعد اجتياح العراق في العام 2003 وخلال الصراعات الطائفية بين العرب في العراق تستطيع الولايات المتحدة أن تختار دور المقوض فتضعضع المجموعات المتحالفة مع إيران وتغرق العراق في الاضطرابات والصراع المسلح في الأثناء ولكن ما الغاية من ذلك؟ النتيجة الصافية هي قمع المجموعات التي ترغب في أن يتم احتواء أو في المقابل الوصول إلى توازن قوى سليم في بلد يتجه بشكل متزايد نحو المدار الإيراني وهؤلاء هم النخبة السياسية والحركات الاجتماعية والجهات الفاعلة في المدني الذين يريدون تأسيس بيئة تقلص مساحة الميليشيات والذين استثمروا في إنشاء بيئة كهذه في أخباره المنوعة يتحدث موقع شبكة البي بي سي عن ثورة في عالم صناعة السيارات حيث أصبحنا على مقربة من رؤية سيارات تطير في شوارع العالم وعنوان الموقع أوبر تختار أستراليا كأول سوق دولية لخدمة التاكسي الطائر أوبر إير وقالت شركة أوبر لخدمات سيارات الأجرة أن أستراليا ستكون أول سوق دولية لخدماتها الخاصة بالتاكسي الطائر أوبر إير واختارت الشركة ميلبرون الأسترالية لتكون ثالث مدينة لتجريب برنامجها الخاص بسيارات الأجرة الجوية بعد مدينتي دالاس ولويس أنجلوس ومن المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية تجربية عام 2020 على أن تنطلق العمليات التجارية عام 2023 وتعكف العديد من الشركات على تطوير فكرة التاكسي الطائر كأسلوب مستقبلي للنقل وقالت أوبر إن تعزيز حركة النقل الجوي كفيل بتخفيف الاختناق المروري في المدن وقال إيريك إيلسون الرئيس العالمي لقسم طيران بالشركة إنه بينما تنمو المدن الكبرى فإن الاعتماد الكبير على امتلاك سيارة خاصة لن يكون حلا مستديما ونوه إيلسون عن أن أوبر إير قادرة على قطع مسافة 19 كيلو متر في عشر دقائق فقط بدلا من ساعة كاملة بالسيارة حكمت السلطات القضائية الأرجنتينية على رجل بحسب ما جاء في صحيفة البيان بتعويض زوجته السابقة بدفع ثمانية ملايين بيزو أي حوالي مئة وثلاثة وسبعين ألف دولار عن الأعمال المنزلية التي قامت بها خلال الزواجهما الذي استمر سبعة وعشرين عاما خري أو خرجة الاقتصاد البالغة من العمر سبعين عاما كرست نفسها لتعليم أطفالها ودى واجبها تجاههم القاضي عفوا فيكتوريا فما قالت أن اعتماد النساء اقتصاديا على أزواجهن هو إحدى الأليات المركزية التي تخضع المرأة من خلالها للمجتمع فيما حدد القاضي مبلغا معقولا لعادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي المتباين للزوجين بعد سبعة وعشرين عاما من الزواج حيث انفصل عنها عندما بلغت ستين عاما وهو العمر الذي تحصل فيه النساء على معاشي التقاعد الزوجان انفصل في عام 2009 وتطلق في عام 2011 ويستعين على هذا الرجل أو سيتعين على هذا الرجل دفع 173 ألف دولار لزوجته السابقة التي اضطرت إلى تكريس نفسها لتعليم الأطفال وعمل المنزل الديمقراطية المكروهة تحت هذا العنوان كتبت الأستاذة اللبنانية فاطمة العيساوي مقالها المنشور في العرب الجديد المتجول في شوارع العاصمة التونسية نموذج النجاح الوحيد للثورات العربية في موجاتها الأولى لا يشعر بكثير من الحبور أو حتى الفخر للانتماء لتلك التجربة الاستثنائية في عالم عربي مواظب على التراجع في سلم الديمقراطية مع توجه الاهتمام الإعلامي إلى موجات الربيع الجديدة في السودان والجزائر لم تعد الحالة التونسية محور الاهتمام الأبرز كما أنها لا تقدم الدراما المتواصلة من سوريا ومصر وليبيا وغيرها من موجات الربيع التي انتهت إلى عنف أو قمع شديدين يقدم المشهد السياسي في تونس استمرارية للآليات الديمقراطية كما يواظب النظام الجديد على إبداء مرونة في استيعاب التناقضات وصهرها من دون أن ينعكس ذلك في ثقافة تعايش فعلية خارج إطار السياسة بمفهومها التقليدي هل هو الاستقطاب التقليدي بين العلمانيين والإسلاميين؟ أنه المحور الأساسي للانقسام أم استمرار التهميش المناطقي الذي شكل أحد أبرز دوافع الثورة أو الأزمة الاقتصادية التي حالت دون تمتع التونسيين بفوائد الانفتاح أو تحول النظام الذي كان محصورا بجماعة بن علي إلى شبكة معقدة من المصالح يلعب فيها الإعلام دورا أساسي أن تكون الدموقراطية من فوق بخير يحتفي بها الإعلام الدولي على أنها النموذجة في حين أنها مكروهة في حديث العامة على أنها المسؤولة عن ضيق حالهم فذلك خطر حقيقي على البلاد صور ذات طابع سياسي وأخرى متنوعة نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف نعرضها عليكم في جولتنا مصورة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على صورة والكلمة فقط بل دخلت ريشة عبر فن الكريكاتير ذلك الفن الساخر الذي يختصر ألاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر